هناك من الشيعة من يرى أن العلاقة بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه تتلخص في الذهاب إلى مسجد السهلة وأن يواظب على الحضور أربعين ليلة جمعة أو أربعين ليلة أربعاء وأن يواظب على طقوس وأعمال وأدعية معينة وربما يذهب البعض إلى مسجد الكوفة وآخرون إلى الحرم الحسيني وآخرون إلى سامراء وآخرون إلى مسجد جمكران وفي كل مكان من هذه الأماكن المشرفة طقوس يعرفها الذين يتذوقون هذا الأسلوب في التعامل والتواصل مع إمام زماننا وهناك من يبحث عن دعاء أو عمل أو ختم قل ما شئت كي يرى إمامه في عالم الرؤية وهناك من يتوجه إلى مسألة العزلة والأربعينيات والسبعينيات التي يعرفها أصحاب السلوك والرياضات علّه ينال مكاشفة أو مشاهدة أو معاينة بحسب إصطلاحاتهم يرى فيها إمام زمانه أو يرى شيئاً يدور في فناء إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه وهناك من الشيعة من يرى ما يقوم به من دفع الصدقات أو ذبح الذبائح والقرابين لدفع البلاء عن إمامنا وأن يواضب على قراءة الأدعية والزيارات والأذكار التي ترتبط بهذا الخصوص وهناك وهناك وكل هذه من الأمور التي لا يستطيع أحد أن يصفها بوصف بعيد عن ساحة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لكنها تبقى في الحاشية المتن هنا كل ذلك وغيره وما يشابهه وما هو من جنسه الأمثلة التي ضربتها وأشرت إليها كلها تقع في الحاشية متن البرنامج المهدوي هنا في هذه الكلمات الشريفة كما قلت قبل قليل مائدة الحجة الحجة بن الحسن برنامجها الكتاب والعترة وليس المنامات والمشاهدات والمكاشفات وما يرتبط بهذه الأجوال هذه ستبقى على الحاشية النورية النورية في كلامهم كلامكم نور وكلامهم هو القرآن وحديث العترة الطاهرة هذا هو المنطق المهدوي الواضح الصريح وهذا هو برنامج إمامنا السجاد الذي يقدمه لنا وللأسف فإن هذا البرنامج لم يطبق في الساحة الشيعية وذلك لافتقادها للثقافة المهدوية الأصيلة وللوعي المهدوي الراقي عن أي شيء يتحدث إمامنا السجاد يتحدث عن أهل زمان الغيبة الذين يصفهم بالقائلين بإمامته القائلون المعتقدون والمنتظرين لظهوره يقول إمامنا السجاد إنهم أفضل أهل كل زمان لماذا لأنهم يذهبون إلى مسجد السهلة فيواضبون على الحضور في ليالي الجمع أنا هنا لا أريد أن أسيئ إلى هذه الطقوس أبدا فأنا من المعتقدين بها لكنني أتحدث عن سلم الأولويات عن الأهم والمهم ودائما أقول الجزء الأساس في المشكلة الشيعية في المشكلة الثقافية في المشكلة الفكرية في المشكلة في المشكلة العقائدية في مشكلتنا في علاقتنا مع إمام زماننا المشكلة الأساس هو اضطراب الأولويات فإمامنا السجاد هنا قال بأن أهل زماني غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لا لأنهم يواضبون على الحضور في مسجد السهلة أو في مسجد جمكران مع اعتقادنا بالمسجدين الشريفين مع اعتقادنا بطقوس هذين المسجدين وسائر المساجد والأماكن المشرفة والمنورة بذكرهم صلوات الله عليه الإمام السجاد بيّن أن الميزة هنا لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة إذن الميزة هنا عقول وأفهام ومعرفة هناك عقول وهناك أفهام وهناك معرفة أما العقول هنا فالحديث عن عقول منضبطة بضوابط أهل البيت الحديث هنا ليس عن العقول بمعنى العقل الحج على جميع البشر يمكن أن يكون يمكن أن يدخل في هذا المعنى ولكن إذا أردنا أن ندقق النظر فإن المراد من العقول هنا العقول المنضبطة والمتأصلة بأصولهم صلوات الله عليه ليس الحديث هنا عن العقل الذي هو حجة على جميع البشر مجموعة البديهيات والقواعد الفكرية والعقلية والرياضية التي يؤمن بها الجميع بغض النظر عن مشاربهم وأذواقهم الدينية البشر عموما يعتقدون من أن الأثر يدل على المؤثر البشر عموما يعتقدون من أن فاقد الشيء لا يعطيه البشر عموما يعتقدون أن النقيضين لا يجتمعان وهكذا لا يمكن أن أكون موجودا وليس موجودا في نفس الوقت فهذان النقيضان لا يجتمعان لا يمكن أن أكون موجودا وليس موجودا في نفس الوقت إما أن أكون موجودا وإما أن أكون ليس موجودا مجموعة البديهيات والقواعد والأسس العقلية والفطرية والفكرية والوجدانية هي التي تشكل البناء الأساسي للعقل الحجة الذي يحتج به الباري على عباده وعلى خلقه وهناك عقل آخر يتفرع على هذا العقل ما يسمى بالعقل العملي بالعقل التجربي بالعقل المكتساب الحديث هنا عن هذا العقل عن العقول التي اكتسبت بناءها من أصول أهل البيت وقطعا هذه الأصول لا تتعارض مع الأصول التي بني عليها العقل الحجة بعبارة أخرى ثقافة أهل البيت وبعد ذلك تأتي الأفهام والأفهام هي القواعد والأصول أو الأساليب التي من خلالها يتواصل الإنسان في معرفته التي يستنتجها ما بين الواقع وما بين القواعد التي تأسس عليها عقله وما بين المعطيات ونحن هنا نتحدث عن مائدة الحجة بن الحسن معطيات هذه المائدة نصوص الكتاب ونصوص العترة كلام القرآن وكلامهم وكلام الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما بين كل ذلك ستنتج المعرفة لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ترجمة نانسي قنقر